موسيقى السلام عليكم تابعين راما سبورت نجم منتخبنا واسطورة منتخبنا وكابتن منتخبنا عمر السومة عم بيجدد مع النادي الاهلي السعودي لمدة ثلاث سنوات إلى عام 2024 هل هذا الخبر متوقع؟ نعم متوقع هل هذا الخبر تفاجأت فيه؟ بطبيعة الحال لا اللي تفاجأ فيه الأشخاص اللي روجوا لانتقال السومة إلى أندية أخرى بالدوريات الأوروبية بصراحة يعني أنا ما كنت متوقع هذا الشي وحكيت عن هذا الموضوع بالذات بأن عمر السومة الأولوية حتكون مع النادي الاهلي شوفوا الفيديو السابق وبنرجع نحكيه بشكل مفصل للأمانة يا شباب أنا حاكيها عدة مرات عمر السومة دائما بيعطي الأولوية للنادي الأهلي يعني نادي الأهلي هي الأولوية سواء حبة جمهور السوري هذا الشي أو لا فعمر السومة بيعطي الأولوية للنادي اللي عم بيلعب معهم حوالي 6 سنوات من 2014 إلى 2020 وأنا شايف هذا الأمر منطقي الوفاء للنادي أمر منطقي مثل ما شفتوا يا شباب يعني مثل ما توقعنا الأولوية حتكون لعمر السومة نويلعب مع الاهلي الاهلي هو النادي اللي تألق فيه النادي اللي صار فيه نجم وأحد أساطير الدور السعودي أو أسطورة الدور السعودي من ناحية التهديف فبالتالي كان صعب جدا أنك تتوقع أو تتفاجأ انتقال عمر السومة إلى نادي آخر والمشكلة يا شباب لما بحكي هالكلام يعني حكيت هذا الكلام بالفيديو السابق فشوف التعليقات أنت دائما متشائم ليش ما بتحكي انتقالوا لنادي شالكة أو لنادي يعني كل هالأمور بصراحة أنا أي شيء ما أنا مقتنع فيه شخصيا ما فيني حاول أقنعك فيه يعني إذا أنا ما أنا مقتنع بأن عمر السومة رح يترك الأهلي ويروح للدوري الألماني أو أي دوري آخر فما فيني أقنع بهذا الموضوع القناعة الشخصية اللي عندي بإن كان رح يستمر مع الأهلي فيه مفاوضات إسا ما كان فيه اتفاق لكن واضح جدا بأن الأهلي حابين يستمر السومة مع الفريق وكمان السومة يعطي الأهمية للأهلي مان إذا شفنا أرقام عمر السومة مع الأهلي السعودي فمنشوفه أرقام قوية أرقام ما من السهل أنها تتكرر ما بظن أي لاعب بتاريخ الأهلي ممكن يكرر هالأرقام حتى بالمستقبل صعب جدا تحطيم أرقام عمر السومة مع الأهلي أنت عم تحكي عن 191 مباراة مع الأهلي السعودي سجل فيها عمر السومة 170 هدف يعني معدل رائع جدا معدل قوي جدا من 191 مباراة سجل 170 هدف وصنع 21 هدف عدا عن هالشي فالاستمرارية الموجودة لدى السومة مختلفة تماما حتى عن جوميز عن حمضلة عن أي لاعب يعني بصراحة بالدور السعودي أنت عم بتشوف عمر السومة بأي دوري يعني أي دوري يعني السعودي من 6 سنوات إلى الآن دائما بيسجل 20 هدف يعني معدل السنوي ما أقل من 20 هدف الاستمرارية موجودة لدى السومة أنت عم بتحكي عن لاعب حقق لقب هداف الدور السعودي ثلاث مرات على التوالي كمان هذا الشي يتعلق بالاستمرارية لما بتحكي ثلاث مرات على التوالي فالأمر صعب جدا تجاوزه كلها أرقام نحن عم نحكي عنها عدا عن كل هالشي اللي حكينا فهو الهداف التاريخي بالنادي الأهل السعودي سواء بالدوري وبدوري أبطال آسيا مع كلها الأرقام أنا بتفاجأ من اللي بتفاجأ حول بقاء السومة وتجديد عقد السومة طيب أنت الشغلة الثانية اللي ممكن تكتبها بالتعليقات أن السومة رح يدمر نفسه ورح يحطب نفسه مع الأهل السعودي بصراحة أنا مثلي مثلك يعني ما أنا مقتنع بفريق الأهل السعودي كفريق منافس على الدوري أو فريق منافس على دوري أبطال آسيا دائما عم بيعانوا إداريا دائما عم بيعانوا فنيا ما عم بيتعقدوا مع اللاعب اللي بيلزموا للفريق لتقوية الفريق كل هالأمور أنا بعرفها مثلي مثلك لكن إذا انتقل عمر السومة من الأهلي لازم يروح أما للهلال أو النصر أقل من الهلال والنصر فبالتالي أنت عم تحكي عن أقل من الأهلي والهلال ما حكوا يعني رفضوا رفضا قاطعا الأخبار اللي بتقول أنه الهلال مهتم بعمر السومة قالوا أنه حاليا ما عدنا اهتمام بعمر السومة هو لاعب كبير لكن إحنا موجود قوميز تعاقدنا مع لاعب آخر يعني عندنا خط هجوم كامل وكمان نادي النصر يعني ما حكى عن رغبة أي رغبة بالتعاقد مع عمر السومة فبالتالي أنت هون ما بيبقى لك غير الاتحاد وكمان الاتحاد ما حكى عن السومة لا من قريب ولا من بعيد بيبقى لك الأهلي يعني الأهلي هو النادي الرابع أربع أندية قوية بالدور السعودي الهلال النصر الاتحاد والأهلي الأندية القوية الأندية الجماهيرية أقل من نادي الأهلي أنت هون خطوة للوراء حتى لو كانت الإدارة بنادي التعاون على سبيل المثال يعني كان في عنده رغبة للتعاقد مع عمر الصومة ما احترامي لنادي التعاون لكن لا يقارن بالنادي الأهلي لا من حيثه الجماهيرية ولا من حيثه الاستمرارية ممكن يلعب لك سنة سنتين يقدم كرة جميلة يحقق الفوز على الهلال على النصر على الأهلي لكن ما نهى الفريق الجماهيري ما نهى الفريق اللي ممكن يشارك دائما بدور أبطال آسيا بينما الأهلي بغض النظر عن النتائج فدائما ممكن تشوفه بدور أبطال آسيا دائما ممكن تشوفه بالواجهة هون يا شباب أنا بشوف أنه بقاء عمر الصومة كان أفضل خيار كون ما في عرض رسمي من الهلال والنصر فبالتالي أنت ما فيك الطالب عمر الصومة باللعب مع الهلال والنصر إذا ما في عرض من الأصل وهون يا شباب أنا بحكي لك شيئا شخصيا أنا متفائل بين عمر الصومة رح يقدم مستويات جيدة خلال هاتلت سنوات بظن الاعتزال مع نادي الأهل السعودي الأقرب وإذا ما اعتزل مع الأهل السعودي ممكن نشوفه بالدور السوري مع الفتوة مع تشرين يعني النادي الثاني الأقرب إلى قلب السومة وحكاها هذا الشيء طبعا لذلك يعني الأقرب يعني خلص انتهى موضوع أنه عمر الصومة رح يلعب بالدوريات الأوروبية هذا الموضوع التغى هذا الموضوع انتهى فينا نقول بأنه عمر الصومة الاحتمال الأكبر أنه رح يعتزل مع الأهل السعودي وإذا بقالوا سنة سنتين لا يلعب بالدور السوري ممكن يلعب مع الفتوة هو ابن نادي الفتوة أو يلعب مع نادي تشرين هون في سؤال من الأخ علي يعني بصراحة قريب من الموضوع اللي عم نحكي فيه رجل أحيانا ما بفهمك معقول بتحكي عن مباراة لنادي السعودي بفيديو كامل وكل الأندية السورية 14 نادي شئنا ما بينا من عرق الأندية بالمنطقة جماهيريا بالملايين بتحكي عنه بفيديو والله تخينه بس الله يعطيك العافية أخ علي بتفهم انتقادك أنت حابب أنه أحكي عن مباريات الدور السوري بشكل مفصل أكتر هذا الشيء صعب هذا الشيء مستحيل أنك تحكي عن سبع مباريات بنفس التوقيت بنفس اليوم بظن صعب جدا لا تقارن مباراة الأهل السعودي أسبوعيا مباراة وحدة بأسبوع عم تلعب بيوم واحد سبع مباريات كيف يتابع سبع مباريات بنفس اليوم في بعض الأصدقاء كمان يطرحوا فكرة أنه خلي بعض الناس يتابعوا بقية المباريات وانت تتابع مباراة وبعدها هنا كمان كطاقم إداري يعني طاقم مختص بالشأن السوري بصراحة يا شباب أنا إذا ما شفت المباراة ما فيني يعني أعتمد على شخص آخر يشوف المباراة عني ويحلل عني وأنا بيجي بحكيها يعني أنا ماني بالنهاية ماني إعلامي ولاني يعني صحفي أو ماني مزيع لحتى زيع أخبار أو زيع تحليل شخص آخر وأحكي عنه هذا الأمر صعب جدا يعني لازم أنا شوف المباراة وأحكي عن فكرتي من المباراة سواء الفكرة خاطئة أو صحيحة حابب أحكي شعوري عن المباراة فإذا خليت شخص يشوف مباراة معينة وأنا عم شوف مباراة تانية هو عم بشرح لي عن المباراة صعب جدا حتى لو كان كلامه صحيح ما فيني أنا ماني مزيع يعني ماني مزيع لحتى أحكي كلام شخص آخر وأعرضه على وأتبنى رأيه فهون يا شباب يعني لازم تفهموا هالنقطة بشكل كامل مباريات الدور السوري بنفس التوقيت بنفس اليوم صعب جدا تحكي عن سبع مباريات صعب جدا يعني أحيانا مثلا تكون في مباراة يوم السبت يعني أحيانا ممكن تحكي عن مباراة وحدة لكن صعب جدا تحكي عن سبع مباراة بتمنى تتفهموا هذا الأمر يعني أنا الشي اللي عم بحكي عن الدور السوري بصراحة يعني أكتر من صعب أكتر من صعب لأنك أنت عم تحكي فقط عن نتائج وعم تبتعد بشكل أو بآخر عن التحكيم يعني فصعب جدا أنك تقارن مباراة مباريات الدور السعودي بالأهل السعودي كمان في نقطة أخرى فعمر السومة لن يتكرر يعني عمر السومة لن يتكرر يعني ما فيك تتجاهل مباريات السومة ما احترامي لكل اللعيب السوريين مباريات السومة بطابق آخر عمر السومة كل 15 إلى 20 سنة يعني من أيام فراس الخطيب اعتزل فراس الخطيب اجي عمر السومة اجي عمر السومة فعمر السومة لن يتكرر يعني ما فيك ما تحكي عن مبارياته وما بنفس الوقت فينا نحكي بين محمود المواس كنجم للمنتخب أنا كمان ما فيني أتجاوز مباريات محمود المواس مباريات بوتوشاني عم بنتابع لأجل المواس لهذا السبب يا شباب يعني لازم تتفهموا انه في لعيبة موجودين بالمنتخب أو في لعيبة مهمين جدا ولن يتكرروا لعيبة أنا بشوفهم انه رائعين جدا فأقل شي انك تحكي بفيديو عن هذا اللاعب عن مباريات هذا اللاعب لكن مقارنة مباريات هذا اللاعب بالدور السوري صعبة جدا صعب جدا عم تحكي عن سبع مباريات بنفس اليوم صعب جدا فبتمنى للمرة الألف تتفهموا هذا الشيء وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا صحة وخير وسلامة اشتركوا في القناة